أنت بتسمعي مين اللي ومين دول؟ مين؟ من الحديد؟ اللي موجودين أسمع اللغنية مش الشخص بأمانة زي زي الناس أسمع اللغنية مش الشخص يعني الشخص الوحيد مثلا ممكن إذا مر اسمه جدامي أحرص أني أسمع له آمال ماهر آمال ماهر آه أحبها وهذه من الشخصيات اللي ما تلاقيها 24 ساعة منطمط على المسارح فيك تقول لها أنت نجمة رقم كم؟ لا آمال ماهر بالنسبة لي رقم واحد بس هي مش رقم واحد في الحفلات مثل اللي أبو آيدي لا هي لو حبت تبقى رقم واحد اكزاكلي فما فيك تصنفها ما فيك تقول لها أنا بصنفها وكل النقاد والجمهور بيصنفوها ما عندي مشكلة بس أنت مصنف الآن صنفتني بناءا على عدد الحفلات لا أنا وصنفتش أنا سألتك أيوة بناءا أنت قلت لي صنفي نفسك بناءا على عدد الحفلات وانت ما استغليتي الذكاء لا هذه آمال ماهر فيه أعظم من صوتها وفاضية لفنها مش فاضية الشيء ثاني آمال ماهر مع هذا هي انتقائية ما هياش موظف للفن والمساعد بس آمال ماهر لو قررت تعمل حفلة فيه لا أنا مش موظفة عشان كده لا لا مش قصدي لما بنقيس النجومية منقسها بالحضور الجماهيري فيه واحد بيرقب عربيته وينزل يدفع تذكرة ويروح عشان يسمع آمال ماهر الحمد لله وأنا كمان عندي حفلة في بغداد راس السنة لها ثلاثة أيام ما فيش حفلة أعلنت عرب كلها غير أمال ماهر تسمعيني أحب أمال ماهر أحب رانا فاروق مي فاروق مي فاروق أحب هذا أحب أحمد سعد أحمد سعد من الجيل هذا بهاق سلطان بهاق سلطان